صباح الفل عليك يا سهلا تفضلي صباح الفل يا كريم طبعا برحب بيك وبتأكيد برحب بيك أنا هاواند وبكل مشاهد يوم تابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان يوم جديد وحلقة جديدة طبعا من عشر صبح في الأهلي في بداية الأسبوع وزي ما أنت قلت يا كريم طبعا أنا متوقعة حاليا داخل مقار النادي الأهلي بالجزيرة وبالتحديد من داخل مرعب مختار التيتش عشان أنا لحضراتكم كل الأمور والأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وجميع فراء والرياضية وخلينا طبعا نبتدي معكم بأخبار الفريق الأول لكرة القدم تحت قاية مستر مرسيل كولير المدير الفاني لفريق النادي الأهلي ممكن خلينا نقولك طبعا يا كريم أنه إن شاء الله النهاردة الفريق بيواصل تدريباته بشكل طبيعي على ملعب أو على أرضية ملعب مختار التيتش النهاردة إن شاء الله تجمع يعني الساعة عشرة وتدريب إن شاء الله هتدي كمان شوية الساعة 11 على أرضية الملعب وطبعا كله في إطار استعدادات الفريق بالتأكيد للمباراة القادمة واللي هتكون أمام فريق شباب لزداد الجزائري يوم 16 فبراير يوم الجمعة إن شاء الله المباراة وهتكون الجولة الرابعة من بطولة أو من يعني مرحلة دور المجموعات البطولة دوري أبطال إفريقيا وإن شاء الله كمان الفريق يعني يا كريم أنهواندة هيسفروا أو هيبتدوا طبعا التجهيزات من يوم الأربعاء المقبل بإذن الله الفريق هيتوجه للجزائر ولا هيكون أو هيترأث البعثة وهيكون رئيس البعثة هو الأستاذ محمد الجرحي عود مجلس إدارة النادي الأهل إن شاء الله هيكون كمان مع الفريق في يعني المباراة دي أو في طبعا رحلة الفريق من مصر للجزائر يمكن طبعا يمكن كمان الأستاذ محمد الجرحي يعني قام بالتنصيق يعني كل الأمور وكافة الأمور الخاصة بالبعثة ويبي صفر طبعا البعثة طبعا مع الكابتن خالد دبيبو مدير الكرة يمكن طبعا ننصك مع كل الأمور وكافة الأمور الخاصة بالسفر الفريق وتبعا يعني كمان إنه هيألهم كل الأجواء يعني المناسبة والملأمة طبعا ليه الفريق والجهاز الفني قبل طبعا مباراة الأهلي وشباب الوزداد يوم الجمعة 16 فبراير من بطول الدوري أبطال إفريقيا يمكن طبعا يعني أخبار الفريق الأول ليه كرة القدم كمان خليني أقول لكم النهاردة إن شاء الله هيكون في مباراة في قطاع الناشئين ما بين الأهلي وبيتروجات موليد 2003 وإن شاء الله المباراة دي هتقام على ملاعب الكرة في مدينة نصر فرع ندي الأهلي بمدينة نصر إن شاء الله المباراة هتكون في تمام الساعة الثانية ونصف مساء أو ثانية ونصف عفوا بعد الضهر دي هتكون إلا مباراة بالنسبة ل2003 الأهلي وبيتروجات وإن شاء الله هتكون بشكل حصري هتتم إزاعتها عبر شاشة قناة النادي الأهلي بستوديو تحليلي قبل كمان المباراة إن كنت من نسبة ليه فريق كرة القدم وطبعا قطاع الناشئين خليني بقى أروح يعني طبعا لجميع الألعاب الأخرى وابتدي معاكم بأخبار فريق الأول لكرة ألياد رجال تحت قاية مستر ديفيد ديفيز المديرة الفانية الأسبانية لفريقه لنادي الأهلي يمكن من يومين طبعا يا كريم ونهواندي يوم الجمعة الماضية كان فيه مباراة بين النادي الأهلي واسموحة مباراة قوية جدا جمعت ما بين الفريقين على صالة أمير عبدالله الفيصل داخل مقر النادي ولكن انتهت بفوز النادي الأهلي بفارق خمس أهداف ستة وعيشين واحد وعيشين لصالح النادي الأهلي مباراة قوية شهدت تقلق العديد من اللعيبة زي عمر خالد كستلو وكمان باقي اللاعبين يمكن عمر خالد كستلو طبعا من اللعيبة يسجله العديد من الأهداف في المباراة مباراة سموحة وكمان بدون راحة الفريق النهاردة هيوصل تدريباته بشكل طبيعي التدريب هيكون الساعة 4 ويوم الثلاثة إن شاء الله النادي الأهلي عنده مباراة مهمة جولة الرابعة من بطولة الدور العام أو دور العمومي لكرة ألياد هتكون أمام نادي الجيش وده هتكون مباراة يوم الثلاثة إن شاء الله وتقام في تمام الساعة الربعة عصرا وده هتكون على صالة الخاصة بنادي طلاقع الجيش كمان خليني أقول لكم إنه بالنسبة لي سيدات كرة ألياد يمكن حاليا طبعا هم في راحة من المباريات وإن شاء الله بالنسبة لي المباريات هترجع تاني وهيرجعوا تاني للمواجهات والمباريات يوم عشرين من شهر فبراير إن شاء الله جميع المباريات دي هتكون في الدور التاني من بطولة الدور لكن هما حاليا في فترة تتوقف دولي ممكن طبعا بقى فيه معسكر دولي بالنسبة لي لعبات كرة ألياد كل يعني خميس وجمعة وسبت بيكون فيه تجمع ومعسكر مفتوح بالنسبة لي اللاعبين ولكن بقية الأسبوع بيكون التدريب مع فريقه لنادي الأهلي ولكن إن شاء الله المباريات بالنسبة لي بطولة الدوري والنادي الأهلي هترجع يوم عشرين من شهر فبراير الحالي كمان خليني أقول لكم إن انبرح كان فيه مباراة طبعا يعني كلنا شفناها على شاشة قناة نادي الأهلي مباراة ما بين الأهلي وسبورتينج في كرة طايرة كتبعا رجال كرة طايرة مبارح كان عندهم مباراة قوية مع نادي سبورتينج وانتهت لصالح نادي الأهلي بثلاث أشواط مقابل شوت واحد لسبورتينج المباراة دي كانت على صالة أمير عبدالله الفيصل ويمكن النهار ده كمان بدون راحة الفريق هيواصل تدريباته الساعة 2 الظهر على نفس الصالة صالة أمير عبدالله الفيصل إلحان بعد ذلك إن شاء الله عندهم المرحلة القادمة مباراة سبورتينج دي كانت آخر مباراة وختم لدور الثاني من بطولة الدوري إن شاء الله المباراة القادمة هتكون هي مباراة تصنيف المستوى نادي الأهلي هيواجه فيها نادي الشرقية للدخاني يوم الثلاث ويوم الأربع على صالة حسن مصطفى في تمام السالة 8 مساء وبعد ذلك إن شاء الله هيكون في مرحلة البلاي أوفز أو الدور الثمانية وهذا هتم بعد المباراة إن شاء الله تصنيف المستوى هيكون في قرعة من قبل الاتحاد المصري لكرة الطائرة وهيحدد طبعا يعني النادي الأهلي هيواجه من من المجموعة من الدور أو المستوى الثاني إن كان طبعا في مجموعتين بيبقوا مستوى الأول ومستوى الثاني فإن شاء الله النادي الأهلي هيواجه فريق واحد من المستوى الثاني في دوري العام لكرة الطائرة كمان سيدات الكرة الطائرة النهاردة إن شاء الله هيوصلوا تدريباتهم بشكل طبيعي التدريب هيكون الساعة 7 عشان عندهم أيضا يعني مباريتين مهمين في بطولة الدوري وهيقوموا على نفس مجمع صلاة لدكتور حسن مصطفى في مدينة السادسة من أكتوبر المبارياتين هيكونوا يوم الجمعة والسبت أمام نادي الزهور وهيقوموا أيضا في نفس الموعد زي كرة الطائرة بنسبة لرجال كرة الطائرة نفس الموعد الساعة 8 مع نادي الزهور وده هتكون مرحلة دور الثمانية البلاي أفز طبعا نادي أهلي مطالب منه أنه يفوز في مبارياتين من أصل 3 مباريات للضمان التأهل لطبعا الدور اللي بعدي في بطولة الدوري العام لكرة الطائرة وطبعا يستكمل لجميع أخبارنا أخيدا كرة الساعة في نادي الأهلي طبعا بالنسبة لرجال كرة الساعة زي ما احنا عارفين بالتأكيد حاليا هم في توقف دولي بالنسبة لي طبعا منتخبنا الوطني اللي بيشارك في بطولتين الفترة القادمة لحد يوم 27 من شهر فبراير الحالي يمكن طبعا منتخبنا الوطني في قطر هيشارك في بطولة دولية ودية بالنسبة لي كرة الساعة وكمان عنده تصفيات في بطولة أفريقيا أو الأفرو باسكت يمكن كل المباريات دي ان شاء الله يعني هتنتهي يوم 27 من شهر الحالي يمكن فيه ستة لعبين كمان من نادي الأهلي ونهاواند وكريم منضمين لمنتخبنا الوطني وهم إيهاب أمين عمر الجندي عمر طارق مروان سرحان سيف كايدار هنداوي وكريم حاتم الجزاوي يمكن دول ستة لعبين ان شاء الله هكونوا مع منتخبنا الوطني وهيرجعوا النادي الأهلي بإذن الله في بداية شهر الثلاثة المباريات كمان دور التاني من بطولة الدوري لكرة الساعة ان شاء الله كل المباريات دي هترجع كمان في شهر الثلاثة وسيدات كرة الساعة النهاردة هيكونوا في راحة سلبية من التدريبات يمكن برح كان عندهم مباراة مع نادي الاتحاد السكندري وانتهت بفوز النادي الأهلي بنتيجة مية خمسة أو تسعة وخمسين وان شاء الله نهضهم يبقوا فراحة ويوم الثلاثة عندهم مباراة مهمة مع سموحة هتقام هنا الساعة ستة على صارة الشهداء داخل لمقر النادي يمكن دي كانت يا كريم هنا هون طبعا كل الأخبار متعلقة بجميع الفرق الرياضية داخل النادي الأهلي وطبعا فريق الأول لكرة القدم